اشتركوا في القناة وكذلك بالنسبة لجزء الكيمياء التركيز المولي الآن سنرى ثنائية القطب غير نشطة ثناء قطب غير نشيط كما رأينا سابقا هو كل ثناء قطب لا ينتج تيارا من تلقاء نفسه أي يكون التوتر منعديما إذا لم يمر فيه تيار كهربائي التوتر يسوي سفر عنده يسوي سفر أمثلة لهذه ثنائية القطب مثل أول الذي سنرى صمام ثنائي ثم لدينا الصمام ثنائي الزينير ثم لدينا المقاومة الحرارية وكذلك المقاومة الضوئية سنرى الآن بعض ثنائيات القطب مميزة الصمام الثنائي لدينا هنا مميزة الصمام الثنائي كما نرى في المميزة هي عبارة عن مميزة غير خطية وكذلك تمر من أصل المحورين أي أن التوتر يسوي سفر عند التيار يسوي سفر ثم بالنسبة للمميزة كذلك غير ثماثلية غير ثماثلية أي أن رابط الصمام الثنائي قلب مربطي الصمام ثنائي في الدارة هو يغير من حالة اشتغال هذا الصمام ثم بالنسبة للصمام الثنائي كذلك يتميز بمنحين المنحة المباشرة والمنحة المعكس المنحة من آئلة بي يسمى بالمنحة المباشرة عندما يسمح بمرور التيار والمنحة من B إلى A يسمى بالمنحة الحاجز أو المنحة المعاكس ثم بالنسبة للصمام التنائي يسمح بمرور التيار إذا توفر شرط الشرط هو أن يكون التوتر أكبر من عتبة التوتر U S أي عندما يكون U A B أكبر من U S الصمام يسمح بمرور التيار ثم عندما يكون التوتر بين مربطي الصمام أصغر من U S الصمام يتصرف كعازل أي كقاطع طيار مفتوح لا يسمح بمرور الطيار ولدينا كذلك بالنسبة لل U S بصفة عامة نأخذها في مميزة أمثلة للصمام التنائي دائما لتبسط الحسابات دائما نأخذ ب U S عتبة التوتر الصمام التي يسمح فيها بمرور الطيار ثم كذلك الصمام التنائي زينير بالنسبة للمميزة الصمام التنائي زينير كما نلاحظ بالنسبة لهذه المميزة هي مميزة كذلك غير خطية ونلاحظ كذلك بأنها تمر من أصل معلم أي أنها تصمم التنائي زينير هو تنائي قطب غير نشط بالنسبة للصمام زينير يتصرف في المنح المباشر كصمام تنائي عادي أي يسمح بمرور الطيار عند وجود توطر أكبر من U S ثم بالنسبة للصمام زينير كعازل للطيار إذا كان U A B توطر بين مربتي محصور بين ناقص توطر Z الذي يسمى بطوطر زينير وطوطر U S يتصرف صمام تنائي زينير كموصل للطيار إذا كان التوطر أكبر من U S وأصغر من U Z توطر زينير بصفحة عما كما نحوظها نسجلها دائما أن الصمام زينير غالبا لا يركب في المنح المعاكس ثم لدينا المميزة الممتلة لصمام زينير غالبا ما نأخذ U S يساوي 0 ثم لدينا التوطر زينير يزيد ثم الآن سنمر إلى المقاومة الحرارية بالنسبة لمميزات المقاومة الحرارية كما نراحب بالنسبة لهذه المميزة هي مميزة خطية ثم كذلك تماثلية وأن مقاومة هذا دناء القطب تتغير بتغير درجة الحرارة كلما ازدادت درجة الحرارة تزداد مقاومة هذا تناء القطب إذن نقول بأن تناء قطب خطي وتماثلي ثم تتغير مقاومته بتغير درجة الحرارة والآن سنرى مميزات المقاومة الضوئية التي تتأثر بالضوء بالنسبة لمميزات المقاومة الضوئية هي مميزة خطية وتماثلية ثم بالنسبة لمقاومة الضوئية تتغير حسب شدة إضاءة بحيث تنخفض مقاومتها مع ارتفاع شدة الإضاءة وترتفع المقاومة مع انخفاض شدة الإضاءة ثم الآن سنمر إلى تنائيات القطب النشطة أولا تعرف تنائي قطب نشط هو كل تنائي قطب كهربائي ينتج التيار من تلقاء نفسه مثل المولد أو العمود يزويد الدار الكهربائي المغلقة بتيار كهربائي إذن المولد أو العمود هو عبارة عن ثنائي قطب نشط بصفة عما يرمز للعمود في دارة كهربائية بالرمز الإصطلاحي التالي ما يجب أن نتذكر دائما هو أن في إصطلاح المولد دائما توطر والتيار لهما نفس المنحة ثم مميزة العمود كما رأينا في درس قلنا بأن مميزة العمود هي عبارة عن مميزة خطية من خلال هذه المميزة يمكن استخلاص علاقة تسمى بقانون أوم بالنسبة لمولد خطي التوطر بين مربطين العمود أو للمولد بصفة عامة يكتب على الشكل التالي EPN تساوي E ناقص R في E بحيث E تسمى القوة الكهرومحركة للمولد بحداتها بالفولت ثم R تسمى المقاومة الداخلية للمولد مقاومتها الأوم ثم بالنسبة لE شدة اتيار المرة التي تجداز المولد ثم بالنسبة لR نبيانيا هي القيمة المطلقة لقيمة المعامل الموجه للمميزة الخطية ملحوظة المولد المؤمثل التوطر يقصد بالمولد المؤمثل التوطر هو كل مولد تكون مقاومته الداخلية منعدمة ثم بالنسبة للمولد كذلك تميز بشدة اتيار في دارة قصيرة أي عندما يكون التوطر بين مربطين المولد منعدمة EPN تساوي 0 تصبح شدة اتيار في الدارة القصيرة دائما ECC تساوي E مقسمة على R حصلنا على هذه العلاقة انطلاقا من EPN تساوي 0 الآن سنمر إلى الطبيق حول مميزة العمود أو المولد لدينا في المميزة المبيانة على الشكل التالي مميزة عمود أو مميزة مولد السؤال الأول عين مبيانيا قيمة كل من E و R ثم اكتب تحبير المميزة EPN بدللة شدة اتيار وكذا نبين أن شدة اتيار النظرية للدارة القصيرة السيسي تساوي 2 أمبير سنرى حل هذا الطبيق بالنسبة للسؤال الأول تعين المبياني لقيمة كل من E و R قلنا القوة الكارم حركة المولد تمتيل توتر بين مربطين المولد عندما يكون التوطر يساوي 0 أي نقطة التقاطع المميزة مع محوار الأراتيب من خلال مبيان نجد E تساوي 3 فولت ثم بالنسبة للمقاومة الداخلية قلنا بأن المقاومة الداخلية المولد تساوي القيمة المطلقة للمعامل الموجهة للمميزة إذن القيمة المطلقة لدلتا تغير التوطر على تغير الطيار ثم نأخذ نقطتين من المنحنة نجد R تساوي 1.5 أم السؤال الثاني تعبير المميزة EPN بدللة شدة تيار هنا نطبق مباشرة تعبير أو علاقة قانون أم بالنسبة للمولد EPN تساوي E ناقص R فولت ثم نعوض كل مقدار بقيمته نجد EPN تساوي 3 ناقص 1.5i تحقق من شدة تيار النظرية للدار القصير الدار القصير دائما قلنا نحصل عليه عندما يكون توطر EPN يساوي 0 إذا وضعنا EPN يساوي 0 نجد S6 تساوي E على أغ ثم نجد أن S6 تساوي 2 أم الآن سنتطرق إلى المستقبلات بعد ما شفنا الأعميدة الآن سنرى المستقبلات تعريف كتعريف للمستقبل هو كل ثناء قطب كهربائي يحول جزءا من الطاقة الكهربائية إلى شكل من أشكال الطاقة بالإضافة إلى طاقة حرارية في استلاح المستقبل دائما نأخذ منحة التيار مع منحة التوتر متعاكسا دائما بالنسبة للملاحظة هامة دائما يجب أن ننتبه إليها دائما في استلاح المستقبل التوتر والتيار لهم منحيان متعاكسا ثم بالنسبة لأمثلة المستقبلات التي سنرىها سنرى المحرك الكهربائي الذي رمزه الاستلاحي كالتالي ثم الرمز الاستلاحي لمحل الكهربائي هو كالتالي إذن سنتحدث عن المستقبلين أساسين هو المحرك والمستقبل والمحل الكهربائي الآن سنرى مميزات مستقبل بعد مما رأينا مميزات مولد الآن مميزات مستقبل من خلال هذه المميزة المستقبل له مميزة خطية لذلك يسمى بمستقبل خطي من خلال هذه المميزة يمكن استخلاص قانون عن بالنسبة للمستقبل أي أن التوتر بين مربعين المستقبل يكتبع للشكل التالي أبك تساوي أه بخيم زائد أه بخيم مضروبة في إيه لأن الدلة هنا دلة الزايدية لذلك وضعنا زائد بين أه بخيم وأه بخيم فو إيه بحيث أه بخيم تسمى القوة الكهربائية المضادة للمستقبل وأه بخيم تسمى المقاومة الداخلية للمستقبل مبيانياً يتم تحديد أه بخيم من خلال تقاطع المميزة مع الجزء المستقمي المميزة مع محور الأرتيب ثم أغفتها نحددها انطلاقاً من تحديد معامل الموجه للجزء المستقمي للمميزة سنرى نقطة اشتغال دارك هربائية بالنسبة لنقطة اشتغال دارك هربائية دائماً بالنسبة لأي دارك هربائية تحتوي على تنائقت بناشيط وتنائق قطب غير ناشط نابد من تحديد شدة اثتيار المعرة في الدارة لكي نتفادى إطلاف الأجهزة أو المركبات الكهربائية بالنسبة لهذه الدارة التي أمامنا تتكون من مولد ومستقبل إذن لتحديد نقطة اشتغال دائماً نهتمد طريقتين مختلفتين طريقة هندسية ثم طريقة حسابية تحديد نقطة اشتغال الدارة مبيانياً أو هندسياً لتحديد نقطة اشتغال الدارة مبيانياً نرسمه في نفس المعلم وبنفس السلم مميزات المولد التي هي بخط المتقطع ثم مميزات المستقبل نقطة تقاطع المميزتين تعطينا نقطة اشتغال الدارة بالنسبة لهذه النقطة تميز بإحداثيتين تميز بالتوتر EF ثم شدة اثتيار EF وهذه النقطة تسمى بنقطة اشتغال الدارة ثم تحديد نقطة اشتغال الدارة حسابياً لدينا هنا دارة كهربائية قلنا تتكون من مولد ومستقبل دائماً لتحديد نقطة اشتغال حسابياً نكتب قانون ON بالنسبة للمولد وبالنسبة للمستقبل كما لدينا في هذه العلاقات ثم نطبق قانون إضافية التوترات بعد تطبيق قانون إضافية التوترات نجد EAP يساوي EPN من خلال إنجاز هذه المعادلة فإن من خلال حل هذه المعادلة نجد شدة تيار EF التي تمتل شدة تيار لنقطة اشتغال ثم نعوض في إحدى التوترات سواء EAP أو EPN لكي نجد EF دائماً بالنسبة لل EF و EF تعطينا إحداثيات نقطة اشتغال الدارة الكهربائية ثم سنرى كذلك قانون بوي بالنسبة للقانون بوي بصفة عامة هو قانون يخص دارة كهربائية متوالية تتكون من مولدات ومستقبلات دائماً شدة تيار التي تجتاز دارة كهربائية متوالية تساوي مجموع القوى الكهرومحركة المولدات ناقص مجموع القوى الكهرومحركة المضادة المستقبلات مقصومة على مجموع المقاومات الموجودة في الدارة الكهربائية بما فيها موصلة الأومية والمستقبلات والمولدات كذلك مثال لدينا هنا دارة كهربائية تتكون من مولد موصل الأومي محرك كهربائي إذن بالطبيق قانون نبويه نجد أن نتعبير شدة تيار التي تجتاز دارة الكهربائية إي تساوي أه للمولد ناقص أه بخيم للمستقبل مقصومة على مجموع المقاومات الموصل الأومي مقاومة المولد ومقاومة المستقبل الآن سنرى تمرين الثباقي حول ما رأينا في هذا التذكير تتكون دارة كهربائية من مولد جي قوته الكهربائية أه ومقاومته الداخلية أه وموصل الأومي مقاومته أه كبيرة يعطي المبيان جانبه المميزة بدلالة إي لكل من المولد جي والموصل الأومي مبيانيا نجد أه تساوي 12 فولت وأه 2 أم وأه للموصل الأومي تساوي 10 أم السؤال الأول عين مبيانيا إحداثيتين أف و أف لنقطة اشتغال الدارة الكهربائية السؤال الثاني مضيفه على التوليء للموصل الأومي محلي الكهربائي قوته الكارومحركة المضادة أه 2 فولت ومقاومته الداخلية أه 5 تساوي 1 أم السؤال الألف أرسمت بيانة الدارة الكهربائية ثم حسب شدة ديار المار في الدارة الآن بالنسبة لحل هذا الطبيق نبيانيا نجد أن إحداثيات نقطة اشتغال الدارة هي نقطة إحداثيات نقطة تقاطع المميزتين نبيانيا نجد أف تساوي 1 أمبير ثم أف تساوي 12 فولت ثم بالنسبة لتبيانة التركيب الجريبي الجديد قلنا بأن الموليد مركب مع موصل الأومي ومحلي الكهربائي إذن نحصل على هذا التركيب ثم بالنسبة لسؤال بحسب شدة ديار المار في الدارة ثم بالنسبة لتصفق قانون بوي نجد أن تعبير شدة ديار تساوي 1 أمبير ثم على مجموع المقاومات ثم بالنسبة لتصفق العددين نجد أن شدة ديار تساوي تقريبا 0.7 أمبير الآن سنرى جزء الكمياء الذي يخص التركيز المولي للأنواع الجزائية في محلول أولا سنتعرف على مفهوم المحلول بصفة عم المحلول نحصل عليه بإذابة جسم مذاب في جسم آخر يسمى المذيب يسمى الجسم الذي يذوب بالمذاب قد يكون إما جسما صلبا أو سائلا أو غازا أما بالنسبة للسائل الذي يذوب فيه الجسم المذاب فيسمى المذيب قد يكون ماءا أو كحولا إلى غير ذلك ويكون المذيب والمذاب أو عفوا ويكون المذيب والمذاب ما يسمى به المحلول عندما يكون المذيب هو الماء فإن المحلول المحصل عليه هو محلول مائي يسمى بمحلول مائي الآن سنرى ما يميز هذا المحلول التركيز المولي لمحلول مائي أو لمحلول كيفما كان تعريف لهذا التركيز يقصد بالتركيز المولي لمحلول ويسمى كذلك التركيز المولي للمذاب X قلنا بأن المحلول يحتوي على مذاب ومذيب قلنا بأن هذا التركيز هو كمية مادة المذاب المتواجدة في لتر واحد من المحلول وحدة التركيز دائما هي المول على اللتر ويعبر عنه بالعلاقة التالية C تساوي N على V حيث N يمتل كمية مادة المذاب X وV حجم المحلول دائما حجم بالليتر ثم بالنسبة لC التركيز المولي وحدة دائما بالمول على اللتر ملحوظة أساسية كذلك بأن التركيز يرمز له بين معقفتين ثم نكتب صغة المذاب سنرى الآن تخفيف محلول مائي بصفة عما تخفيف محلول هو تقليل من تركيز المذاب ونجهز تخفيف بإضافة المذيب أو إضافة الماء المقطر لدينا محلول بدئي نخففه لكي نحصل على محلول نيائي بالنسبة للمحلول بدئي هو المحلول قبل إضافة المذيب والمحلول النهائي هو المحلول بعد إضافة المذيب بالنسبة للمحلول بدئي يتميز بحجم بدئي VE وتركيز CE وكذلك كمية المذاب الموجودة في المحلول بدئي هي CE في VE ثم بالنسبة للمحلول النهائية يتميز كذلك بحجم نهائي VF وكذلك كمية مادة المذاب الموجودة في المحلول بعد التخفيف أو بعد إضافة المذيب هي CE في VF قانون التخفيف يقول بأن أثناء عملية التخفيف تبقى كمية المادة ثابتة إذن كمية المادة البدئية للمذاب في المحلول البدئي تساوي كمية المادة المذاب في المحلول النيائي من خلال هذه العلاقة نحصل على C final فو V final تساوي C initial فو V initial هذه العلاقة تسمى بعلاقة التخفيف بحيث الحجم النهائي المحلول يساوي الحجم البدئي زائد حجم الماء أو حجم المذيب المضاف وكذلك بالنسبة للتخفيف تسميز بمعامل يسمى بمعامل التخفيف الذي يعبر عن عدد مرات التي قمنا بتخفيف هذا المحلول الآن سنمر إلى تمرين طبيقي في هذا الجزء الذي يخص الكيمياء نذيب قرص واحد من الفيتامين C كتلة M تساوي 500 ميلي جرام حمض الأسكوربيك الذي صغط جزيئته C6H8 في حجم V تساوي 500 ميلي لتر من الماء المقطر فنحصل على محلول S1 السؤال أول أحسب تركيز المولي C1 لهذا المحلول السؤال الثاني نأخذ حجم V1 10 ميلي لتر من المحلول S1 ونضيف إليه حجم VE ساوي 90 ميلي لتر من الماء المقطر فنحصل على محلول مائي S2 تركيزه C2 أي قمنا بتخفيف المحلول الأول لكي نحصل على محلول ثاني S2 السؤال الأول أحسب تركيز المولي C2 للمحلول الماء S2 وستنتج معامل تخفيف كمعطيات لدينا القطار المولي الذرية لذرات الكربون والهيدروجين والأكسجين بالنسبة للصحيح سنرى السؤال الأول بالنسبة للسؤال الأول حساب التركيز المولي للمحلول المحصل عليه وهو محلول حمد الأسكوربيك حساب التركيز المولي السواحد للموذاب أو تركيز المولي للمحلول المحصل عليه دائما بالنسبة للحساب التركيز نحتاج إلى كمية المادة ولكي نحسب كمية المّدة نحتاج إلى القطلة المولية أولا سنحسب القطلة المولية الحمد الأسكوربيك بالنسبة للجزئات حمد الأسكوربيك كطلة المولية تساوي 186 غرام على المول ثم بالنسبة له كميّة مادة حمد الأسكوربيك المتواجدة في قرص واحد الموذاب لدينا كميّة إنما لاست wi стро حمد الأسكوربيك كطلة على القطلة المولية حيث قوة تساوي 500 ميلي جرام يجب دائما أن تكون الكتلة بالجرام والكتلة المولية بالجرام على المول لكي نحصل على كمية المادة بالمول ثم بالنسبة للتركيز المولي للمذاب باستعمال علاقة التركيز المولي التركيز يسوي دائما كمية المادة على الحجم ثم ننجز طبيق العددي لهذه العلاقة بحيث الحجم محصل عليه للمحلول هو 500 ميلي لتر يجب تحويلها إلى اللتر نجد أن تركيز المحلول هي 5.68 مول على اللتر ثم بالنسبة للتركيز المولي C2 للمحلول المائي S2 هو محلول مخفف لدينا هنا علاقة تخفيف دائما C1V1 تسوي C2V2 بحيث V2 حجم المحلول النيائي هو حجم المحلول البدئي بالإضافة إلى حجم الماء المضاف في استغلال علاقة تخفيف نجد أن C2 تسوي 5.68 مول على اللتر ثم استنتاج معامل تخفيف باستعمال علاقة معامل تخفيف معامل تخفيف دائما هي التركيز البدئي مقسوم على التركيز النيائي يسوي كذلك الحجم النيائي مقسوم على الحجم البدئي نجد هنا F تسوي عشرة ونقول بأن المحلول البدئي تم تخفيفه عشر مرة وأتمنى أن تكون قد استفدتم من هذه الحصة ولنمعد في حصة أخرى إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر